طبعا حزبنا يدعم الفلسطينيين منذ البداية ونحن على الدوام دعمنا وساندنا الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ويمكننا نصف هذه القضية باعتبارها قضية مقدسة ونحن ندعم الفلسطينيين وكذلك ندعم النضال المسلح في فلسطين كذلك ولذلك نحن في البرازيل قمنا بكل ما في وسعنا من أجل إعلاء القضية الفلسطينية وفهمها وبالتالي موقف ثابت وراسخ موقف مؤيد للفلسطينيين وكذلك للنضال المسلح وعلى وجه الخصوص حماس التي تقود هذا النضال نعم نحن عارضنا الأكاذيب والافتراءات التي تم الترويج لها ضد حركة حماس وتعرضنا لبعض الإجراءات القضائية بسبب موقفنا ولكننا لن نتراجع فهذا أمر مهم بالنسبة إلينا نحن نستند إلى موقف مبدئي ثابت فنحن دعمنا حركات النضال المسلح في أمريكا اللاتينية ولعقود في كوبا وتيكفارا في بوليفيا دعمنا كل تلك الحركات حركات النضال المسلح وبالنسبة إلينا فإن النضال الفلسطيني المسلح مشابه ولذلك من الطبيعي أن نعبر عن دعمنا للنضال المسلح في فلسطين وبشكل علني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر